كنشكر الناس اللي مازال كتدعم القناة وكتتواصل معنا وخحنا مقصرين فحقهم فشكرا السراحة من القلب ديالي المهم مرحبا بالجميع وليوم فيديو جديد ان شاء الله غدي نشارك معاكم يعني فيديو في شوية ديال بريكولاج غدي نصلحوا جميع ان شاء الله الكرسي ديال ياسمين كرسي المتحرك ديال ياسمين فكما كتعرفوا هاد الكرسي هذا يعني تقريبا ما عندو مازال ما كملش يعني عام لكن مع الاسف واحدة الروايضات في الشات المهم وانتم ما غادي تشوفو حتى الظهر ديالي يعني ذاك التوب اللي كتكي علي ديال الكرسي حتى هو يعني تقطع صراحة هاد المركة هادي ما زقتش زوينا اول مرة كي وقع لي هكا الكرسي مازال ما كملنا حتى عام وصراحة ما معجبتني هاد المركة هادي المهم اه حتى باش ناخد كرسي جديد باقي الوقت لانو تأمين صحي كي يعطيك اه عندك الحق باش تطلب كرسي اه كل اه ثلاث سنوات المهم اه يلا على بركة الله نبدأ ونصلحوا الكرسي ان شاء الله فمرحبا بيكم اشتركوا في القناة 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 الحمد لله النتيجة كانت مرضية وكما كنتشوف هنا قدامكم هو الكورتي جيده بتغير موافز الحمد لله وفضل ايضا وكما اعود موافز في توب مرة اخرى لكن طلعته يعني هكا يعني الفوق بزف باش باش ياسمين يعني يجيها مع الظهر دياله شوية مقاد هكا وتجلس هي مرتاحة ورجعت الترنوفيس مرة اخرى بدك المسدس هادا بدك الدستورنية دور صراحة اروعة صراحة والله زعمال الحمد لله يعني لقيت له الحل بعدها لهذا وبدأت غير رويضة ان شاء الله كما كتشوفو اه رويضة ستبدأ الكاملة لانه وخشريت واحد هادا كي كنقولو باش كننفخو رويضة هكا يا لكن ما اه نفخت رويضة وعرجعت عو تاني تفشت مرة اخرى المهم اه كنظن اه كي خصها تبدل كاملة موم هادا هو المسدس اللي قلت لكم اللي هدرت لكم عليه صراحة رائع جدا صراحة زوين بزف وكيت تحتاج في الدار بالنسبة للناس اللي عزيز عليها البريكولاج وهكا زوين بزف وتمن ديالو اه تقريبا خديته بسبعة وثلاثين ديال الاورو وهدي باش كنت نفخت الرويضة صراحة لكن خديتها بحداج الاورو ما عند تشينو صراحة لكن لا اه اكتشفت انه الرويضة ستبدل بالكامل يعني ما شي اه المشكل لا ما ما غدينت ديها ضروري المحل هي الدراجات ان شاء الله المهم فيها خير هادشي اللي لكن المهم اهم حاجة هو ياسمين تقلس اه يعني معه وطف الكورسي والدهر ديال هيبقى مستقيم الحمدلله هاد اه هاد الجانب هاد اصلحته وغير في الدار والاخر ان شاء الله غادي نديها المحل الدراجات ونشوف شغادي يقولولي ان شاء الله المهم الحمدلله على كل حل وكان هدا فيديو اليوم وشكرا لكم على المشاهدة وتحياتي للجميع